علي أبدأ معك كنا نتابع قبل قليل صور لاندلاع الحرائق في علم الشعب بعد فترة من الهدوء النسبي ليلة أمس وصباح اليوم بالفعل ريمة دعينا نشير إلى أن هذه الحرائق تشتعل لليوم الثاني على التوالي ليس فقط في علم الشعب إنما أيضا في محيط علم الشعب وتحديدا في إخراج اللبونة أو تلة اللبونة وأيضا في إخراج بلدة النقورة كان الدفاع المدني نجح يوم أمس بإخماد هذه النيران كان عمل طيلة يوم أمس على إخمادها تجمعت كل مجموعات الدفاع المدني في الجنوب في هذه النقطة في محاولة لإخماد النيران ولكن عود الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس وفجر هذا اليوم على ضرب المنطقة بيئة القنابل الفوسفورية الحارقة لإشعال هذه البستين مجددا الحرائق جاءت على مساحات واسعة من هذه البستين خاصة هنا نتحدث عن بستين الزيتون وهي المورد الرئيسي لمعظم السكان في هذه المناطق طبعا السكان هنا هم من المزارعين هم يعتاشون على هذا الموسم بطبيعة الحال وكان طبعا عدد كبير من الشبان الذين نزحوا عن هذه المناطق عادوا في اليومين الأخيرين لقطف الزيتون ولبيعه لاحقا لأنه المورد الرئيسي بطبيعة الحال مجددا مساحات كبيرة من الزيتون ومن الثروة الحرجية قد احترقت بشكل كامل حتى هذه اللحظة يحاول الدفاع المدني إخماد هذه الحرائق أيضا كان هناك موقف قبل قليل لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال في بيان أنه يدعو إلى تشكيل لجنة فنية لمسح الأضرار خاصة في بستين الزيتون ولرفع شكوى لاحقا إلى مجلس الأمن ضد طبعا القوات الإسرائيلية التي تعمد إلى حرق البستين ولكن لماذا هي تعمد إلى حرق البستين اليوم سمعنا بطبيعة الحال في الإعلام الذي يدور في فلك حزب الله وأيضا في إعلام حزب الله بأن القوات الإسرائيلية تعمل على حرق الأحراج وحرق البستين خاصة على الشريط الحدودي الذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة وذلك لكشف حزب الله ولكشف مواقع حزب الله بطبيعة الحال كان هناك الكثير من العمليات لحزب الله في الأيام الأخيرة الماضية وهي كانت تنطلق من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة آخر تلك المحاولات ربما كانت يوم أمس حيث قصفت القوات الإسرائيلية منطقة بليدة تحديدا على الحدود وهي قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف خلية تابعة لحزب الله ثم كان بيان من حزب الله ينعي فيه أحد مقاتليه إذن كما ترون الآن في الصورة تلك التلال التي تشاهدونها الآن قد احترقت بشكل كامل يمكن القول بأننا سرنا كيلومترات ريمة في هذا الشارع وكانت بالفعل النيران التهمت مساحات كبيرة وكادت أن تصل يوم أمس إلى حاصرت بعض المناطق خاصة هنا في علم الشعب مجددا الدفاع المدني يحاول اليوم أيضا إخماد هذه النيران و لكن ربما السياسة التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي اليوم هو كلما أخمدت النيران يعاود قصفه من جديد لإشعال هذه النيران مجددا نعم علي هذه الصورة من علم الشعب حيث تتجدد الحرائق في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى كما ذكرت علي أيضا في خراج اللبونة شكرا جزيلا لك أنت